وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تشتمل عليه مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من أوجه التعاون بين مصر والإمارات والأردن والعمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم توافق بشأنها جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة واستهلمت بولي الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمينز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية من ناحية أخرى تطرق رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس البولندي إلى مصر مشيرا إلى أن مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في الجانب الاقتصادي